اشتركوا في القناة بعيدا عن اقرب منافسي الحاليين طبعا موجود دلاتي نادي الزمالك في المركز التاني مؤقتا حتى غدا المباراة الاسماعيلي وطنطا ولكن طبعا الاهلي بيغرد بعيدا عن جميع الفرق في هذه البطولة ان شاء الله احنا في الاسبوع 26 يتوقع بعض المباراة القليلة ثم يعلن رسميا ان شاء الله في القريب العاجل ان الاهلي بطل هذا الموسم والموسم التالت على التوالي واللقب رقم 40 او النجم الرابع ان شاء الله كل التوفيق لفرقنا مش عايزين نستعجل كده ولكن هو المتوقع من ذلك ان شاء الله احنا ابطال هذا الموسم نتيجة طبعا النتائج ونتيجة بعدنا عن الاقرب المنافسين لينا من خحيص النقاط طبعا كابت حسام البدري اختار 21 لعيب لمباراة الغد كل من محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وحسام غالي وحسام عشور احمد فتحي عمر السلية ومحمد نجيب ووليد ازارو جونيور اجايي وايمن اشرف ومروان محسن ووليد سليمان وكريم ندفد وصبر رحيل واحمد حمودي ومحمد هاني وصلاح محسن وعلي معلول وباكا واسلام محارب خرج طبعا كل من عبدالله السعيد واحمد حمدي وباسم علي نتيجة ما زالوا فيه في جزئية الاصابة ايضا سعد سمير اللي فقدنا في هذه المباراة نتيجة الانذار التالت اللي اخدوا فيه مباراة المباراة السابقة ايضا بالاضافة الى رمضان مصفى واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار واكرم طفيق وميد جابر ومحمد شريف وهشام محمد تبقى لرؤية الجهاز الفني من حيث هو الفنيات في الفترة السابقة ايضا سعد سمير بياخد راحة النهاردة من التدريبات يمكن عشان طبعا حتة ان هو مش موجود في مباراة الغد كابتن حسام بدري فضل ان هو ياخد راحة اليوم في جزئية التدريب ايضا جزء من التدريبات كان على الدربات السابقة وكانت جزء من تأسيمة صغيرة كابتن حسام البدري واللي ابتدى من خلال طبعا مبارح في التأسيمة والنهاردة جزئية الاجتماعات او الاجتماع الخاص بالفريق قبل النزول للملعب او قبل بداية التمرين طبعا بشرح فيها الفترة السابقة اكيد مباراة الغد والاهداف بقى في المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الاهلي من حيث طبعا بطولة افريقيا ان ان شاء الله خلاص هتكون موجودة في القريب العاجل وايضا حتة الجمهير اللي هتكون ممتواجدة ان شاء الله في هذه المباراة ويكون ان شاء الله مباراة في استاد القاهرة تم تحددها وهيكون خمس تلاف متفرج بالنسبة له هذه المباراة تدريبات طبعا بالنسبة للباسم علي واللعيبة اللي ممكن بتعاني من ايجادة لكن باسم علي ان شاء الله نتمنى يرجع بسرعة واحد من اللعبين الموايزين اللي هو يعني بيبقى متواجد بشكل مميز جدا صراحة اثناء وجوده او اثناء مشاركته مع الفريق كابتن سالحافيز هو بيتكلم على مباراة الغد وتصريح عن مباراة الغد طبعا احنا نعرفين انتاج الحربي من الفرق المميزة للجهاز الفني الخاص به كابتن مختار مختار واحد من ابناء النادي الاهلي والمعروف ان هو مدرب قدير وعنده قدرة على راية المباراة وعنده قدرة على اللعب مع الكبار زي ما احنا بنتكلم سواء بقى الاهلي او الزمالك فبالتالي كابتن مختار مختار اكيد بيتعامل ايضا مع هذه المباراة بشكل جيد عشان كابتن سالحافيز كابتن حسام البدري تصريحاتهم عن هذه المباراة انها ليست سهلة والهدف من هذه المباراة هو ايضا الحصول على الثلاث نقاط لان لا بديل صراحة لفريق النادي الاهلي عن الفوز من المباراة شخصية البطل وده اللي انا بتكلم عليه موجودة خلاص عند النادي الاهلي ده قدر مكتوب على اللعبين وعلى الجهاز الفني وعلى جمهوره حتى ان انت بجمهور النادي الاهلي هو عارف ان النادي هو البطل هو الافضل في الدور المصري هو الافضل في افريقيا هو الافضل في الشرق الاوسط وده مش كلام نحن بس يعني ما نيجي نتكلم على سالجادو اللاعب اسطورة اسبانيا ويعني واحد من اللاعبين المميزين في المنتخب الاسباني وبيتكلم على النادي الاهلي ويقول النادي الاهلي هو ريال مدريد الشرق الاوسط ده مش كلام نحن بس بنتكلم على شخصية البطل ده معروفة ومعروفة عند العالم كله ان فيه في كل بلد فيه نادي ديه شخصية شخصية سماعة شخصية البطل اللي هو لا بديل عنه انه يفوز عنه انه يبقى متواجب بشكل مميز سواء بقى في الدوري المحلي بالنسبة له او بالنسبة له الدوري بقى الاوروبي اللي احنا بنتكلم على ريال مدريد بنتكلم على اندية قوية في اوروبا وبنتكلم على الاهلي في افريقيا بنتكلم على فرق كتيرة جدا في انحاء العالم لكن مشيل سالجادو هو تصريحه بيتكلم على النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو ريال مدريد الشرق الاوسط ده طبعا كان من خلال هذا التصريح وجود مشيل سلجادو كرئيس الأكاديمية الأسبانية في دبي وفي بطولة هناك اسمها الكأسة الدولية للنشئين النادي الأهلي بيشترك بيها هناك ومن خلال طبعا توجد قطاع النشئين هناك أو البطولة دي شايف قد قطاع النشئين وقد فرق الأهلي في هذه البطولة مميزة فاتكلم على النادي الأهلي وتصريح ليه كان مهم جدا لما بيجي من خلال نجم كبير زي ميشيل سلجادو يعني ده حاجة طبعا تحسب أكيد للنادي الأهلي أنه هو يصف طبعا المهندس خالد مرتاجي عد ومجد الزرطة النادي الأهلي وكابتن زيزو المدير الرياضي للنادي الأهلي وتوجدهم في هذه البطولة ويعني واضح جدا العلاقة الجيدة ما بين المهندس خالد مرتاجي وسلجادو أكيد الكلام دائما على النادي الأهلي في كل حتة في العالم موجود وبشكل كويس وبشكل مميز وإحنا اشتراكنا فيه كأس العالم للأندية مرات عديدة فبالتالي واضح جدا اسم النادي الأهلي دايما رنان لنجوم العالم ويمكن ريال مديريد جوم لعبونا هنا كل الفرق الأوروبية لما جوم لعبونا هنا عارفوا قد إيه قيمة وشعبية النادي الأهلي بشكل كبير فبتكلمكم على شخصية البطل مش إحنا فقط اللي إحنا بنتكلم عليها أو إحنا كأهلوية أو محبين للنادي الأهلي بنتكلم عليها أنا ممكن كابتر ربيع عسين واحد من نجوم النادي الأهلي واللي بنتكلم عليه واحد بقى من شخصيات الأبطال اللي موجودة داخل النادي لو تكونوا شخصية الأبطال داخل النادي الأهلي وشخصية البطولة داخل النادي الأهلي وهو المدير الفني لمنتخب ألفين واحد بيستعد إن شاء الله للمهمة الرئاسية بالنسبة له وهو تكوين الفريق تكوين فريق منتخب ألفين واحد من خلال إنه هو بيروح المحافظات ويشوف أفضل اللعبين سواء بها في الفرق الكبيرة أو في الفرق الصغيرة اللي ممكن تكون من خلال بعض الفرق اللي ممكن ما يكونش لها اسم تلاقي فيه لعيب مميز كابتن ربيع سين طبعا حاجة محترمة قبل كده كان المدير الفني لمنتخب الناشئين وكان بيشتغل بها دي جزئة وطلع علينا مجموعة من اللعبين المميزين اللي أسميهم حتى الآن رنانا أما كابتن ربيع بيقعد معنا الصراحة وبنشوف الفرق ويقولك ده ابني ده كان معايا في المنتخب ودي حاجة مميزة هو ده الدور اللي بيحصل من خلال منتخباتنا الوطنية سواء بقى المنتخبات الناشئين